هل حوى الإسلام مفهوماً واضحاً ومحدداً للدولة؟ وما طبيعة هذه الدولة؟ كيف يمكن تحديد العلاقة بين الدولة الحديثة بمضرمينها وبين مفهوم حاكمية الإسلام؟ كيف تصاغ الدولة في المنظور الإسلامي؟ وما دور الفقهاء فيها؟ ومن الذي يفسر النصوص الشرعية ذات الصلة بنظام الحكم؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج مقاصد بعنوان العلاقة بين الإسلام والدولة في الأوقات التالية